في البداية خالص قدامنا موقع نافذة للخدمات الإلكترونية هدوس على كلمة تسجيل الدخول مجرد ما دوست على كلمة تسجيل الدخول لو انا كاتب اليوزر نيم والباسورد بتاعتي قبل كده هتكون سيفد فأنا هنا اقدر اضغط على كلمة تسجيل الدخول ومجرد ما اضغطت عليها يدخل عندي على طول او الطريقة التانية الدخول الزكي من خلال ال E-Token اللي تكون متوصلة باللاتوب بتاعي او ال B-C اللي انا زي ما قلت قدر احصل عليها من خلال مصر المقصة او ايجي تسجيل بعد ما دخلت على حسابي على موقع نافذة هيكون عندي كلمة حسابي اللي اقدر من خلالها اعمل كل حاجة خاصة بال ECR ومجرد ما ضغطت عليها ادوس على كلمة طلب الحصول على رقم تعريفي ACID لو حضرتكو خدت بالكو في كزا option موجود عندي بس احنا مش هنتكلم غير عن اتنين هو طلب شحنات ال E-C-I ده موجود في الهيستوري بتاعي طلبات شحنات ال E-C-I اللي انا طلبتها قبل كده ده حالتها اللي اقدر من خلاله لو انا فتحته الاقي الهيستوري بتاعي كله واقدر من خلاله ان انا ابحث عن اي شحنة انا عايز ادخل عليها وعدل فيها اي حاجة بالنسبة لطلب الحصول على رقم تعريفي A-C-I-D ده بمثابة الحصول على طلب رقم تعريفي A-C-I-D جديد يعني انا بطلب شحنة A-C-I من اول وجديد مجرد ما دغطت عليه سألني هنا سؤالين هل هو صناعي او تجاري او استخدام خاص ام هو مرتجع صدر في الحالة اللي عندي دي هتكون صناعي او تجاري او استخدام خاص ومجرد ما دست على كلمة ابدأ التسجيل هيطلب مني ظهرت للشاشة دي اللي هيطلب مني فيها تلت بيانات اساسية او مش تلت بيانات اساسية تلت انواع من البيانات اولهم هي بياناتي انا كمستورد اللي انا داخل من حسابي عليه وبيانات المصدر وثالت حاجة بيانات اساسية للشحن لو حضراتكم دستوا لو شفتوا في بيانات المستورد هتلاقوا هنا في سهمين موجودين عندكم تحت من المنظر ده زي اللي انا مؤشر برجه المؤشر عليهم حضراتكم مجرد ما هتدوسوا عليهم هتلاقوا اسم الشركة بتاعتكم فيه فانا بمجرد ما بختاره بيملأ المعلومات الخاصة بالشركة اللي انا قريدي مسجلها وانا بنشئ الحساب بشكل تلقائي طبعا في بعض البيانات زي رقم هاتف المنشأة ورقم الفاكس والموقع الالكتروني انا سايبهم لانهم عرضة للتغيير فحضراتكم عايزين تملوهم مفيش مشكلة مش عايزين تملوهم برضو مفيش مشكلة طبعا هنا مناء الوصول ونظام الخضوع في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها المطارات اللي شغالة هي مطار الكاهرة ومطار اسوان في الوقت الحالي ونظام الخضوع بقدر اغيره برضو من القايمة الموجودة عندي في البداية خلص اختار هنا على سبيل المثال انا اسف طبعا هي دي معمولة على الشحن البحري بس هي بتاسري برضو على الشحن الجوي فانا اختار هنا اسكندرية وهاختار نظام الخضوع قطعي من انظمة الخضوع اللي عندي موجودة كتير جدا طبعا انظمة الخضوع هي انظمة التعاملات المالية مع الجانريك طيما انا قلت انا كده خلصت اول نوع من البيانات هي بيانات المستورد هبتدي ادخل على النوع التاني من البيانات وهي بيانات المصدر وزي ما قلت لحضراتكو كل المصدرين اللي انا شغال معاهم لازم يكونوا مسجدين على كارجو اكس ولازم يكونوا مديني رقم التسجيل ده عشان اقدر اسحب بياناتهم من نافذة فبكل بساطة هيكون معايا رقم التسجيل المصدر او المورد هيكون باعته لي اكتب رقم التسجيل اللي هو 518001223 واكتب نوع رقم التسجيل هاختار نوع رقم التسجيل هل هو وبينشئ حسابه على كارجو اكس هل هو انشئ حسابه برقم تسجيلي ام برقم ضريقي هو طبعا هو اللي ببقى معرفني المعلومات دي ومجرد ما دوس بحس هتظهر لي كل البيانات الخاصة بالمصدر في حد هنا هيسألني ويقول لي طب لو المصدر مش مسجل على كارجو اكس او مش مقبود على كارجو اكس في الحالة دي نافذة مش هتقدر تسحب بياناته ساعتها حضرتك مش هتقدر تتعامل معاه في منظومة الاي سي اي الا لما يسجل على كارجو اكس زي ما حضرتكو شفته هنا قادر يسحب كل بيانات المصدر لانه هو مسجل على كارجو اكس يتبقى بعض البيانات اللي انا محتاج اسجلها بايدي زي نوع المصدر الاجنبي اللي من خلال القيمة دي بقدر اختار نوع المصدر الاجنبي سواء صاحب علامة تجارية سواء صاحب فرع سواء وكيل سواء موزع سواء مصنع او اخر وهلاقي عندي تحت بيانات الاتصال الخاصة بالمصدر هل المصدر ده هيتعامل معايا بشكل ديريكت؟ لو هيتعامل هو هيتعامل معايا بشكل ديريكت يبقى انا هكتب بياناته تحت هكتب اسمه ورقم هميته والتليفون والبريد الاكتروني لو مش هو اللي هيتعامل معايا بشكل ديريكت وهيكون موكل حد عنده كمسؤول تصدير او موظف عنده ان هو هيتعامل معايا فانا مطالب مني ان انا اكتب بيانات الاتصال باسم مسؤول التصدير او باسم الموظف اللي عمد في الشحن البحري في نفس وجهتها صعوبات في الحصول على رقم الهوية الخاص باسم الشخص المسؤول على الاتصال ففي الحالة دي لو مش موجود معايا بكتب بعضها ركتب صفر وبكتب اسم الشخص وبكتب اسم التليفون بتاعه وبكتب البريد الاكتروني الخاص به ولازم اتأكد مليون في المية ان البريد الاكتروني الخاص بالشخص ده سليم لان البريد الاكتروني ده اللي هيتبعت له عليه الاي سي اي دي اللي هيكون بعد كده موجود على كل المستندات الخاصة بالشحنة احنا هنا خلصنا بيانات المستورد وبيانات المصدر هننزل بعد كده على البيانات الاساسية للشحنة انا هننزل على البيانات الاساسية للشحنة وعشان اقدر اسجل شحنة اي سي اي لازم يكون معايا على الرقم امر شراء او رقم فاطورة مبدئية او رقم فاطورة تجارية اي حاجة من الثلاثة معايا اقدر ان انا اسجل البيانات الاساسية للشحنة ممكن يكون معايا رقم امر الشراء وهي رقم الفاطورة الهائية او رقم امر الشراء ورقم الفاطورة المبدئية ايا كان يفضل ان انا يكون معايا اي حاجة او ارقم اي حاجة من الثلاثة بحيث ان انا اقدر اسجل بعض البيانات الاساسية للشحنة في رقم امر الشراء هنكتبه هنا على سبيل المثال 1 2 3 وهندرك تاريخ امر الشراء اللي هو واحد عشرة الفين واحد وعشرين. وبختار هنا نوع تعاقد الخاص بي. على سبيل المثال انا اخترت هنا نوع تعاقد. في بعد كده بدخل رقم الفطورة لو معي لو معيش يكفي فقط رقم امر الشراء. ولو معي برضو بدخل. بختار هنا من الشحن من المواني الموجودة عندي. على سبيل المثال انا اخترت من الشحن هنا يا جبل علي. وطبعا في ناس هتسألني هنا ان دولة المصدر هونج كونج وميناء الشحن جبل علي. يا ريت يا جماعة محدش يفكر في الموضوع ده عادي في ناس كتير اجانب مقيمين في دول تانية فعادي ان يكون ميناء الشحن غير دولة المصدر. في عندي هنا في اه وصف عام للبضاعة بدرج كل البيانات الاساس البيانات المادئية الخاصة بالبضاعة يعني على القال بكتب وصف اللي انا هجيبه. يعني على القال لو انا اجيب لحوم هكتب لحوم. لو انا مسلا هجيب خيوط هكتب خيوط ايا كان. ومجرد ما خلصت التلات بيانات اللي عندي. تلات انواع البيانات اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هي بيانات المستورد وبيانات المصدر. وهي البيانات الاساسية للشحنة. انا كده خلصت اول مرحلة وقدر ادوس اضف. بمجرد ما دست اضف هو هنا سجلي البيانات الاساسية للشحنة. في سؤال هنا يطرح نفسه هل انا اقدر اجيب اه كزا شحنة بنفس رقم الاي سي اي. اه موجود. يعني اقدر اجيب شحنة من كزا مصدر بنفس رقم الاي سي اي. اه اقدر اعمل كده. بس طبعا في لازم تتوافر بعض الشروط الاساسية انه هما يكونوا جايين على نفس رقم الرحلة ونفس وسيلة النقل. وطبعا جايين من نفس المطار او من الميناء الجوي. طيب ازاي اقدر اعمل كده? انا دلوقتي خلصت بيانات جاية من مصدر واحد. ومجرد ما دست على كلمة تأكيد بيانات المصدر وبيانات الشحنة. عديني هنا ان انا اتابع ان انا ادوس على كلمة تحقق من البيانات او ارسل الطلب. او ان انا اضيف مصدر جديد بفطورة جديدة او امر شراء جديد. يعني اقدر اجيب من كزا مصدر بنفس رقم الاي سي يعني. الحالة اللي قدامي دي انا مش هعمل كده. وهدوس على كلمة تحقق من البيانات وارسل الطلب. دوس على كلمة تحقق من البيانات وارسل الطلب. هتظهر الشاشة دي قدام حضراتكم. بالرقم ده. واحد واحد ستة ثلاثة زيرو ثلاثة اثنين. طبعا فيه ناس هتفتكر ان ده رقم الاي سي اي ده مش رقم الاي سي اي. ده رقم مبدائي للحصول على اي سي اي دي. انا لسه ما حصلتش على الاي سي اي دي. قبل ما احصل على الاي سي اي دي في بعض خطوات لازم اعملها. قبل ما اقدر احصل على الرقم التعريفي للشحنة الاي سي اي دي. تعالوا مع بعد نشوف الخطوات دي. ومجرد ان انا دست على كلمة تسجيل الطلب بشكل اوتوماتيك هيحولني على الشاشة الخاصة بنافذة او سيستم نافذة. هيكون مطلوب مني هنا في الشاشة اللي قدام حضراتكم ان انا ادرك بعض البيانات من اجل الحصول على رقم تعريفي اي سي اي دي. انا ادركت بعض البيانات في الاول بس انا محتاج بيانات عليها زيادة من اجل الحصول على رقم تعريفي اي سي اي دي. تعالوا نشوف مع بعض البيانات اللي انا ادركتها. معظم البيانات اللي انا ادركتها في الشاشة السابقة هتلاقوا ان هي موجودة قدامكم. طيب لو انا حبيت اغير حاجة منها بقدر ان انا اغيرها او اعددها. على سبيل المسال بقدر هنا اغير نظام الخضوع. بقدر ان انا اغير النظام الجمركي المتوافق. وبقدر ان انا اغير نظام اللي هو جمرك وصول البضعة. لو انا مش غير حاجة يبقى انا افضل لي ان انا ادرك بيانات الفاتورة. محتاج ادرك بنود التعريفة من اجل الحصول على رقم تعريفي اي سي اي دي. ربصينا هنا على بنود الفاتورة. هتلاقوا برضو ان في بعض البيانات مدرجة من البيانات الاساسية للشحنة اللي احنا ادربناها في الشاشة السابقة. هتلاقوا هنا المورد الاجنابي المسجع على كارجو اكس. تحت هتلاقوا عند حضراتكم موجود حاجة اسمها بنود الفاتورة. انا لسه مضفتش بنود التعريفة الخاصة بالفاتورة. فهتلاقوا عند حضراتكم كلمة اسمها بنود الفاتورة. بس قبل ما ندرج بنود الفاتورة محتاجين ندرج كيمة الفاتورة وعملة الفاتورة. خلال التاب الخاصة بالعملة بقدر ان انا ادور على اي عملة انا محتاجة. لو انا حافز كود العملة على نافذة اللي هتيجي مع حضراتكو بعد كده بالتدريب والممارسة ممكن اكتب مثلا على سبيل المثال لو انا عايز اختار دولار بكتب USD Capital وبدوس انتر لو انا مش عارف او اي حاجة انا مش عارفها وجنبها عدسة بقدر ان انا من خلال العدسة ادور على الحاجة اللي انا مش لقيها او مش عارف الكود بتاعك على سبيل المثال خلينا نبص ازاي دوسنا على كلمة العملة في العدسة الموجودة على الشمال ومجرد ما دوست عليها فتح لي الشاشة دي بحدد الاسم اللي انا هدور به او بختار محدد البحث اللي انا هدور به وبكتب اللي انا عايزه على سبيل المثال هنا اكتبت USD ودست على كلمة بحث مجرد ما دست على كلمة بحث ظهر لي العملات كلها اسمها USD فهنا انا اختار USD ومجرد ما دست USD هقف عليها ودوس موافق انا كده اخترت USD نيجي بعد كده لعدد بنود الفاتورة هنا انا بحدد كام بند انا جايبه في الفاتورة دي كام بند تعريفة انا هدرجه وعلى اساس كده هبتدى اضيف بنود الفاتورة تحت يعني لو كتبت هنا عدد بنود الفاتورة واحد يبقى انا انزل تحت على بنود الفاتورة وادوس اضف واضيف بند واحد طيب لو هدرج اثنين بند فاتورة يبقى انا هدوس على اضف وبعد ما اخلص ادوس على اضف تاني واضيف بند فاتورة تاني طيب انا هنا في الحالة دي لان هي مثال انا هضيف بند فاتورة واحد فهكتب هنا واحد خلينا نعتبرها واحدة. هنيجي على بنود الفطورة وهندوس على اضف. هتظهر قدامكو الشاشة اللي قدام حضراتكو دي. اللي من خلالها مطلوب بعض البيانات التفصيلية الخاصة ببعض الاصناف. زي بند التعريف خاصة بالصنف. زي بند التعريفة ودولة المنشأ وغرض الاستخدام وميناء الشحن. وكمية الجمركية ووحدة الكمية الجمركية وسعر الصنف بالفطورة. والوزن القائم والوحدة. بقف اول حاجة مطلوبة مني. خلي بالكو جماعة خلينا ناخدها قاعدة عامة. اي حاجة موجودة بالزرق والداني في الشاشة بتاعت الادراك الخاصة بالادراك لازم تدرك. فبند التعريفة دولة المنشأ مناء الشحن سعر الصنف بالفطورة والوزن الصافي. غرض الاستخدام الكمية الجمركية. الوزن القائم وحدة الكمية الجمركية والوحدة. كلهم مطلوبين مني ان انا ادركه. اول حاجة هختارها هي بند التعريفة اللي انا طبعا هنا انا مش عارف اجيبه ازاي. فانا هدوس على علامة العدسة اللي جانب بند التعريفة. وبجرد ما دوست على علامة العدسة اللي جانب بند التعريفة زهر لي هنا طريقتين اقدر ادور بيهم على بند التعريفة بتاعي. لو انا حافظ رقم بند التعريفة بقدر ان انا اختار رقم بند التعريفة وبكتب الرقم بتاعه. لو انا حافظ الوصف بتاع بند التعريفة بقدر هنا أعلم على الاسم اللي موجودة رقم جنب رقم باند التعريفة وبكتب وصف لباند التعريفة هنا أنا حافظ الرقم الخاص بباند التعريفة اللي هو 29-33-55 بحدد هنا رقم باند التعريفة وبكتبه وبدوس على كلمة استرجع مجرد ما دوست على كلمة استرجع جاب لي باند التعريفة الخاص بي طبعا هنا باند التعريفة بتاعي موجود الوصف بتاعه جنبه مكتوب الشرح بتاعه كل حاجة. وايه لو بصينا تحت هلاقي بعض بعض القواعد والرسوم والمواصفات ومتغيرات التزيل الخاصة ببند التعريفة. بالنسبة للرسوم بند التعريفة ده بياخد اتنين في المية ضريبة ورد وضريبة قيمة مضافة اربعة عشر في المية. بالنسبة للقواعد دي القواعد الاجبارية او قيود الاستراضية للبند ده. زي ما هنشوف دلوقتي في بعض تزيلات هتحذر ان انا اكمل الاقرار بتاعتي ولازم احطها في المكان الخاص بالاضافات والنظم الاختيارية زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي عشان اقدر اكمل طلب رقم الحصول على رقم تعريفة. وفي بعض التزيلات اللي انا مش هكون محتاجها اللي هي زي تزيلات الرسوم والاعفاءات واللي مش هتطلب مني في المرحلة دي او مش هتوقفني. لكن في تزيلات الحزر هي اللي هتوقفني. اللي من خلالها ان انتو تقدروا خلال القواعد تقدروا تقروا كل البيانات اللي قدامكو وتجيبوا تزيلات الحزر الخاصة بالبند ده. خلينا نشوف مع بعض ازاي تزيلات الحزر هتوقفني وازاي بنحط تزيلات الحزر على الشهادة. في الاول خالص خلينا بس الاول ما خلص بعض البيانات اللي قدامي اللي هي البيانات اللي قدامي زي دولة المنشأ وغرض الاستخدام والبيانات اللي تحتها. دولة المنشأ زي ما اتفقنا ان احنا لو حافزين الكود بتاعها هنكتبه لو مش حافزين هندور عليه من العدسة. غرض الاستخدام بيسري عليه نفس الامر. بالنسبة لميناء الشحن بيسري عليه برضو نفس الامر انا حافز الكود بتاعه. فمن مجرد ان انا اكتبه ضغط انتر هيظلي. كمية الجمركية بكتبها بايدي. بالنسبة لوحدة الكمية الجمركية بدور عليها ياني ما انا حافز الكود بتاعها وبكتبه. سعر الصنف بالفاتورة. لازم يكون عدد او مجموع اسعار الصنف بالفاتورة يكون مساوي سعر الفاتورة الكلية. فعلى سبيل المسال هنا انا هادرج صنفين صنف بتلاتين الف والصنف التاني بخمسة وعشرين الف. فانا هنا حطيت سعر الصنف بالفاتورة تلاتين الف. والصنف التاني هادرجه بخمسة وعشرين الف. الوزن القايم هنا عندي مية. ووحدة عندي هتبقى كيلو جرام. والوزن الصافي مية. ونبص على حاجة كده بس خلينا حافزنها اللي هي كلمة الاضافات ونظم الاختارية. لان احنا هنرجع لها دلوقتي تاني. ومجرد ما خلصت كل حاجة بدوس على كلمة حفز. لو عندي صنف تاني بقدر اعمل اضف. لو هضيف الصنف ده بغضغط اغلق. انا هنا هضيف صنف تاني. نفس الطريقة اللي انا ضفت فيها الصنف الاولاني. وادركت كل البيانات الخاصة بالصنف ده زي بندة تعريفة ودولة المنشأ وغرض الاستخدام وكل حاجة خاصة. لو بصين هنا على كلمة سعر الصنف بالفطورة هلا هي خمسة وعشرين الف. انا هنا ادركت صنفين صنف التلاتين الف وصنفين صنف تاني خمسة وعشرين الف. بجمعهم اللي هو خمسة وخمسين الف. اللي هو مساوي لسعر الفطورة الكلية اللي احنا ادرقناها برا. انا كده خلصت البندين اللي انا المفروض ادركهم. بعد ما خلصت هدوس على كلمة حفز واغلاق. كده انا من المفترض ان انا خلصت البيانات الاساسية اللي انا مفروض ادرجها من اجل الحصول على رقم تعريفي ACID ومجرد ان انا خلصت هدوس على كلمة حفز اللي موجودة عند حضراتكو في اليمين فوق وهدوس على طلب رقم ACID ومجرد ما ضغط على طلب رقم ACID زهل هنا رقم الACID الخاص بالشحنة دي بشكل automatic on the spot يعني مجرد ان انا ضغط على طلب رقم ACID طلع لرقم ACID automatic على طول اللي هو موجود ساعتاشر رقم قدام حضراتكو ده واللي المصدر هيكون ملزم ان هو يدرجه على كل المستندات الخاصة بالشحنة لما يبعتها من كارجواكس بنسبة ستين في المية دلوقتي انا خلصت شغلي كمستورد وهيجي هنا دور المصدر في المرحلة ده زي شكل تخيلي للACID بعد ما يتبعط لحضراتكو على الايميل هو مكون طبعا من ساعتاشر رقم وطبعا الACID هيتبعط لحضراتكو على الايميل وهيتبعط للمصدر على الايميل زي ما قلنا هنا بعد صدور الرقم التعريفي هيجي هنا دور المصدر اللي هو المفروض يرسل ويحمل كل المستندات الخاصة بالشحنة من خلال موقع كارجواكس طبعا هنا المصدر هيبقى مطلوب منه ان هو يصدر او يرسل الفاتورة الهيكلية اللي هي الفاتورة الACSL على موقع كارجواكس وهيكون مطالب منه ان هو هيرسل المستندات الخاصة بالشحنة بصورة ورقية عن طريق ملفات بدي اف بيرفعها بالنسبة ليه المستورد طبعا فيه بعض البيانات او بعض المستندات اللي هتكون مطلوبة من المستورد ان هو يرفعها زي البطاقة الاسترادية والتفويض السجل التجاري والبطاقة الضربية ودول بيقدر برضو يرفعهم من خلال منظومة نافذة طبعا هنا انا حابب بس انوها حاجة مهمة جدا المصدر بيبعت هنا فاتورتيم المصدر مش بس هنا بيبعت الفاتورة الACSL المصدر هنا مطالب برضو منه ان هو يبعت الفاتورة البي دي اف يعني المصدر هيعمل فاتورة بي دي اف اللي هي صورة عادية جدا وهيبعت على كارجو اكس وفيه فورمة او تيمبلت موجودة عندنا للفاتورة الهيكلية موجودة على موقع نافذة حضراتكم بتقدروا تنزلوها وبتبعتوها للمصدر والمصدر بيملاها وببعث الفاتورة الورقية اللي حضراتكم شايفينها هتقدروا ان انتو تطلعوا عليها بالنسبة للفاتورة الهيكلية لما المصدر بيملاها وببعثها على كارجو اكس بتملأ البيانات التفصيلية ليه على منظومة نافذة يعني حضراتكم شايفين شاشة الادراج اللي احنا كنا شغالين عليها وببجرد ما المصدر بيبعت الفاتورة الهيكلية اللي هي الاكسل شيت وبيملا كل البيانات الموجودة فيها وببعثها على كارجو اكس منظومة نافذة بتستقبلها وبتفرغ البيانات دي كلها في البيانات التفصيلية الخاصة بالشحنة اللي موجودة على سيستم نافذة في بعض البيانات الاساسية اللي مفروض تكون موجودة على الفاتورة التجارية الخاصة بالشحنة خمس بيانات اساسية اول الحاجة هي رقم تسجيل المورد الاجنبي ورقم التسجيل الضريبي المستورد المصري رقم التعريف للشحنة طبعا اللي هو الاسي اي دي وبند التعريفة المتكامل الكود القياسي للصنف او اي نظام ترقيم اخر بيتم اتباعه طبعا مش كل الاصناف لها جي اس وان كود زي ما احنا كلنا عارفين وفي اصناف تانية بتبقى مرقمة من المصدر خلينا نتكلم عن جي اس وان ونظمة الترقيم الخاصة بالمصدرين طيب جي اس وان هو نظام ترقيم او نظام رقم تسلسولي عالمي خاص بجميع السلع اللي موجودة والمعروفة لنا دي بتطلع عن طريق رقم كودي او بار كود المسؤول عن الموضوع ده او الترقيم او الرقم التسلسولي ده شركة موجودة في مصر اسمها جي اس وان لو حضراتكم عايزين تطلعوا جي اس وان لأي منتج عند حضراتكم بتستوردوه من بره تقدروا لما انتم تتواصلوا مع الشركة دي ومن خلالها بتطلع ارقام او بار كود للمنتجات اللي انتم بتستوردوها منها. بالنسبة للمنتجات اللي ابتخضعش للجي اس وان بنتبع ننظمة ترقيم اخرى زي والكودنج نمبر والمودل نمبر ودي بتبقى على حسب او تفضيل المصدر. احنا قلنا ان او اي نظام ترقيم اخر هم مطلوبين جدا عشان نقدر نكمل بتاعتنا. بس الوقت هنبص ايه اللي بيحصل بعد ما اه المصدر بتاعنا بيرسل الفاتورة الالكترونية على منظومة نافذة. بعد ما المصدر بتاعنا بيصدر او بيرسل الفاتورة الالكترونية على منظومة نافذة هيكون برضو مطلوب مني ان انا اراجع البيانات اللي الفاتورة الهيكلية دي ملتها في منظومة نافذة. وهجيب عن بعض الاسئلة المتعلقة بالشحنة مثل كفاية المستندات المقدمة وبعض الاسئلة الاخرى. وهراجع على بنود الفاتورة والاصناف بتاعتي زي نوع الصنف ووصف الصنف وعدد التشغيلات والوزن القائم والصافي والوحدة لكل منهم وهي بيانات الاصناف. وهراجع على البيانات الاساسية للشحنة زي القيمة المكر عنها. ده شهادة او طلب اي سي اي دي. هنا المصدر بعتلي البيانات بعتلي المستندات الخاصة بالشحنة وبعتلي الفاتورة الهيكلية وبعتلي صور المستندات. انا دلوقتي هنا مطلوب مني ان انا ادخل اراجع على كل المعلومات اللي الفاتورة الهيكلية ملتها واراجع على الصور اللي هو بعتها. اشوفها هل سليمة ولا لأ. ووقع عليها الكترونيا باستخدام الايه توكن اللي احنا ذكرناها في الاول. خلينا نشوف احنا بنعمل ايه. زي ما حضراتكو شايفين الشاشة ما بقتش بسيطة زي ما كانت في الاول. الشاشة زادت شوية والبيانات فيها زادت اكتر. زهر عندي القيمة المكرة عنها زي ما حضراتكو شايفين على الشمال خالص فوق اللي مفروض هنا ادرجها بايدي. زهر هنا عندي المؤشرات ومحادثات الاقرار ودي الاسئلة ان انا قلت ان احنا مفروض نجاوب عليها. زي هنا كفاية المستندات المقدمة. هل الرسالة الوريدة ستوك? هل الرسالة الوريدة تحت الشكة? كل الاسئلة دي يعم هجاوب عليها بنعم او لا? بس في سؤال منهم مهم جدا وهو كفاية المستندات المقدمة اللي لازم لما نتأكد ان كل المستندات بتاعتنا موجودة والمستندات الخاصة بي كمستورد انا رفعتها. بغير السؤال ده من لا الى نعم طبعا. طيب. لو في اي سؤال منهم بينطبق علي بغيره الى نعم. انا هنا غيرت السؤال الى نعم وما فيش اي مؤشر من المؤشرات دي بينطبق علي فخلتهم كلهم لا. دلوقتي زي ما قلت الفاتورة الهيكلية اللي المصدر باعتها ملت كل البيانات اللي موجودة على مظومة نفزة دلوقتي جه دوري ان انا اراجع البيانات دي واشوف البيانات دي صح ولا لا او لو محتاجة تعديل اعدل. طبعا كل التعديلات بتكون فيه القائمة الخاصة ببيانات الفاتورة اللي زي ما حضراتكم شايفين ظهرت قائمة جديدة اسمها بيانات الاصناف اللي من خلالها اقدر ان انا اعدل كل البيانات الخاصة بي لو في اي غلط في الاصناف بتاعدي. طيب انا اقف على قائمة بيانات الاصناف باقف عليها مجرد ما باقف عليها ابص عندي في الجنب هلاقي حاجة اسمها تعديل بيانات الاصناف اللي من خلالها بقدر عدل بيانات اي صنف عندي. فعلى سبيل المسال اخترت الصنف اللي موجود عندي. وهنا اقدر ان انا اعدل في الصنف ده او اعمل اي تغيير عليه. حتى لو اقدر ان انا اعدل في الصنف ده. فبكل بساطة بكتب باند التعريفة. المصدر بعتولي. وادوس على كلمة استرجع. ومن مجرد ما دوست على كلمة استرجع ظهر لي هنا باند التعريفة الخاص بالمصدر. عندي هنا كلمة اسمها باند التعريفة المتكامل اللي من خلاله بقدر اختار باند التعريفة المحلي الخاص بيا. من خلاله بقدر اكتب باند التعريفة الخاص لجمهورية جمهورية مصر العربية. على سبيل المسال اللي كتبته هنا. كله على بعضه اللي هم العشر ارقام. ودست على كلمة استرجع. زهر لي هنا بند التعريفة والوصف الخاص به. هنا بند التعريفة. زهر لي. مجرد ما ادركت هنا ممكن ادرك بعض البيانات زي دولة المنشأة وغرض الاستخدام وعدد تشغيلات الصنف ونوع الصنف و جي بي سي اللي هو هو مش موجود عندي اللي هو زي ما قلنا اللي هو جي اس وان. بقدر ان انا اعدل. في عندي هنا كلمة اسمها عدل اللي من خلالها بقدر ان انا عدل البند غير البند للمصدر بعده لي. وده متاح ليا ومش هحصل فيه اي مشكلة طالما ان انا مسموح لي باستراض البند بقى. مجرد ما دست عدل سألني هنا هل هو غير مطابق للمصدر دست نعم. يبقى انا كده خلصت تعديل بيانات الاصناف اللي عندي وهنزل على كل صنف هنا طبعا انا عندي صنف واحد لكن في الحالات اللي هتبقى موجودة عندي هيبقى عندي اكتر من صنف وقدر ادخل اعدل كل صنف بداية. هنصح حضراتكو ان انتوا تتكلموا اه ما تيجوا تعدلوا بيانات الاصناف ان انتوا تتكلموا خمستاشر ربعمائة وستين هيساعدوكو بشكل عملي ان هم هيكون شايفين الشاشة قدامهم وهقدروا يساعدوكو حضراتكو بتعدلوا بيانات الاصناف الخاصة بطلب اليسي ايضا. في بعض الحاجات الفاتورة الهيكلية ما بتقدرش تملاها على سبيل المسال هي الاتفاقيات. فالاتفاقيات بقدر ان انا اصلها من خلال بنود الفاتورة اللي عندي. بفتح باند الفاتورة. بتيب باند الفاتورة بتاعي وبدوس على كلمة افتح. واول ما بفتح هلاقي هنا الاتفاقية موجودة عندي بختار الاتفاقية اللي بتنطبق على البضاع او الشحنة الخاص بي. وبختارها من القيمة اللي عندي. وبختار نوع الاتفاق. لو في نوع افاق محتاج اختاره جنبها. وبدوس على كلمة حفزة. طبعا القيمة المكررة عنها انا محتاج اكتبها بالمصري زي ما حضراتكو شايفين فوق. محتاج ان انا اكتبها بيدي بالمصري. محتاج ان انا احولها من عملة الفاتورة سواء هي يورو او دولار او اي امكان عملة الفاتورة ايه. ومحتاج ان انا احسابها واكتبها بالمصري. اي عندي بعد كده? محتاج اشوف الصور اللي بعتها المستورد على كاربو اكسل. دلوقتي انا شفت الفاتورة الهيكلية. دلوقتي انا كنت براجع الفاتورة الهيكلية اللي هو ابعتها واملت البيانات. دلوقتي جه دور الصفت كوبي من المستندات. ولازم ادخل اشوفها واراجع عليها واشوف هل دي فعلا سليمة ولا مسليمة. وكل بساطة هافتح صور المرفقات اللي موجودة في الجنب. هيظهر لي كل صور المرفقات الخاصة بالشحنة دي. هقف على كل مرفق. وهدوس على كلمة عرض. وجرد ان ادوست على العرض. المرفق زهر لي. لو المرفق بتاعي سليم ومظبوط وما فيوش اي غلط. هدوس على كلمة وقع الملف اللي موجودة فوق على اليمين. باستخدام التوقيع الالكتروني وهو وقع عليه. دوس اوكي. ببقى كده انا وقعت على الملف بتاعي. وسليم او ليه علاقة اه او زي ما تقول كده لو هو بعته بالغلط. المصدر بعته بالغلط. ما بوقعش عليه وبطلب من المصدر ان هو يبعث لي المرفق ده تاني. بعد ما تخلصت بدوس على كلمة عوضة وبرجع للشاشة دي. بدوس على كلمة حفز تاني ويريت ندوس على كلمة حز واحنا شغالين عمرها. في عندي هنا كلمة اسمها بدء الاجراءات الجمركية. وايه كلمة بدء الاجراءات الجمركية دي? قبل ما دوس عليها لازم اكون متأكد من حاجة. لازم اول حاجة اكون متأكد. هل الشحنة بتاعتي وصلت فعلا? وهل البوليسة بتاعتي مربوطة? وازن التسليم طلع لها من قبل التوكيل الملاحي. لو الشحنة بتاعتي وصلت والطيارة بتاعتي وصلت. وازن التسليم تم اصداره من قبل ايه التوكيل الا انا اسف الا اه التوكيل او اه وكيل الشحن. فازن انا لو ضغطت على كلمة بدء الاجراءات الجمركية هاخد رقم ستة واربعين للشهادة الجمركية بتاعتي بشكل اوتوماتيك. والشهادة بتاعتي هنا هتكون وارد نهائي عادي. طيب لو البضاعة بتاعتي لسه ما وصلتش الطيارة لسه ما وصلتش. وازن التسليم لسه ما تربطش بالشهادة الجمركية دي. ولم يتم اصداره من الخط الملاحي. فازن لو انا ضغطت على كلمة بدء الاجراءات الجمركية. الشهادة بتاعتي هتعتبر هنا افراد مسبق وهتتحول مرحلة تانية مرحلة اولى عند المتمن المستندي. وهتروح لمدير التعريفة وهيطلع على استمرت رسوم وهيكون مطلوب من حضرتك ان انت تدفع تلاتين في المية الى مية في المية من قيمة استمرت الرسوم. وبعد ما البضاعة توصل بتتحول الكشف المعاينة. وده طبعا اوبشل لحضرتك. بس انا شايف ان هي آآ مناسبة اكتر للشحن البحري اكتر منها للشحن الجوي. كافراج مسبق طبعا. آآ انما لو حضرتك شايف او حضرتك شايف ان افراج المسبق مناسب ليك. حضرتك تقدر تمشي في السايكل بتاعه. بس كنصيحة يا ريت كلنا نستخدمها كوارد نهائي عادي. لان آآ اقصى فلايت موجودة او آآ يعني اقصى يعني مدة ممكن رحلة تاخدها يا مسلا من خمستاشر الى ستاشر ساعة. ده كانت كل بساطة او السايكل ان احنا هنمشي عليها في المرحلة اللي جاية. وفي خلال الفترة اللي جاية طبعا فيه هيتم آآ دراسة الموضوع وهيبقى في فيدباك من حضراتكو لما اتجربوا الموضوع وبناء على الفيدباك دي هيتم عليه عمل تعديلات في السيستم بتاعنا. بتاعتنا النهاردة لو حضراتكو عندوكو اي اسئلة انا موجود. طبعا بيبقى ليه يوزر نيمو باسورد. هنا هيبقى ليه برضو يوزر نيمو باسورد خاص بالشحن الجوي صح كده? هو لا هو هيبقى هو نفسه هو هو انت وريدي مسجل بحري صح? اه فندب. ايوا يبقى انت حضرتك هتفعل الخدمة. انا انا اتابع انا انا اتابع. اه اه تمام يبقى الحساب الرئيسي عند حضرتك هيفعل الخدمة الخاصة بالشحن الجوي. تمام بس انا اصد انا دخلت 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 على ايه على الحصول على رقمتي. اللي ايه اول خطوة. تمام. اللي ايه اول خطوة ان احنا عشان نخش نسجل. تمام. طبعا دلوقتي انا هتتحدد ازاي اه اه ان هي بحري ولا اجوي. ما هقول لحضرتك على حاجة. هقول لحضرتك على حاجة. تب تختار من الشحن صح? من الوصول. ايوا. تمام? لو انت اختارت ميناء الطبرة. ايه. ايه. بس هتتحدد على هذا الاساس. يعني تحدد على حتة اختيار الميناء. بالزبط. تمام. تمام. مستعزن حاجة بس سؤال. اتفضل اه بالنسبة للفاتورة فيها وقاب بيبقى فيها مصاريف. حاجة لوقتي في المسال التوضيحي اللي حضرتك حطيته. احنا ضربنا مسال مثلا على ان الفاتورة two items. بندين. ماشي. والبندين دول المفروض مجموحهم يديني مجموعة الفاتورة. مع ان الفاتورة اللي انا هتحاسب عليه. ماشي. total items بس. والمصاريف بتتوزع على البنوط. بناء عن الفئات بتاعتها. انا دلوقات لما اجي احط قيمة الفاتورة في المستند الاساسي. في اول خطوة. احط قيمة الفاتورة ازاي وهي بندين وفيها مصاريف. سعر الصنف. الفاتورة الاوساسية. لما اجي احطها بحط قيمة الفاتورة. زي ما حاجة حطيت خمسة وخمسين الف. بالزد. الخمسة وخمسين الف دي قيمة الفاتورة كبدوعة واحد وخمسين. ومسلا انت ساي. في فريت وفي 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 باكينج وفي يورو وفي مصاريف تانية كتير. في حدود الاربعة الاف. انا امتي اللي باصناف عندي واحد وخمسين الف. انا دلوقات لما اجي احط ادرك كل بند. لما احط البندين امتهم واحد وخمسين. وادوس حفظ. هل يا ترى الحفظ دوا. هيقول لي انا موافق انه نحفظ ولا يقول لي امتي الجزء العام بتاعك مختلف عن امتي البنود. لا انا لك بقى. اول حاجة في الخطوة الاولانية خالص. تمام? وانا بدرج سعر الصنف بالفاتورة. انا بدرج سعر الصنف بالفاتورة لحد اللاحزة دي. انا ما بدرجش مصاريف الفاتورة. تمام? اول خطوة. اول خطوة خالص. طيب. بعد ما اصدر لي رقم تعريفي والمصدر باعتلي الفاتورة وباعتلي كل حاجة. تمام? ام. انا باكون لصنف سعر صح? طبعا. والتوتل بتاعهم بيساوي اللي هو ايه الفاتورة بكلية صح؟ طيب هتلاقي عندك تابة لوحدها اسمها مصروفات الفاتورة تمام؟ في نفس بنود الفاتورة تمام؟ نفس هي القائمة بتاعت بنود الفاتورة هتلاقي حاجة اسمها مصروفات الفاتورة ليه؟ ايما خاصة بيه تقدر ان انت تدخل عليه وتغيره هو هيقول لك اتعايز ايما ولا نسبة هو محسوب نسبة تمام؟ حضرته تدخل غيره ايمة ويكتب رقم الايمة ويكتب العملة بتاعت ايه؟ ايه لما بيكون عندي مثلا سعي المشمول على اربع فاتير وفي فاتورة منهم فري وجاية صفار ماشي فبناخد سعي الدولار من فاتورة اللي فوق وبنحطه في الفاتورة اللي صفار ماشي وبيقعد كده بيتعامل تعديل سعر المكمن المستهد بيعمل تعديل سعر بناءة على الاسعار اللي موجودة ماشي؟ خلاص انا دي وقت لما اكون عندي الفاتورة زيرو ماشي؟ الفاتورة نفسها جاية زيرو الصنف اللي هي بزيرو يا سجوة مش الفاتورة معاك الصنف زيرو الصنف ده جاي له سعر قبل كده تفواتين من الفواتين اللي موجودة؟ ايوه بيبقى سعر المتضمن فعال بالفاتورة تمام ماشي يعني ده جاي للاغراض الكملوكية تمام انت عضيب ايمة الصنف ده سيادتك هتضفها في المصرفات بتاعة الفاتورة في المصرفات البلاس اللي هي هتخط فيها التأمينة ما انت كده بتقول لي عالي نموذج اربعة لما اضفها المصاريف المصاريف لا لما اجي اضفها انا المصاريف يبقى الجزء العام اعلى انش يتفضل حضرتك عشان المشكلة دي قابلناها كزة مرة والحمد لله بتتحلى عن طريل امتس في المطار اقول لحضرتك الحاجة انا حضرتك بس لك مطلق الحرية ان انت تحط السعر اللي انت يعجبك لاي صنف تمام الفكرة في ايه هو الفكرة ان انت المرحلة انت حضرتك بتتكلم فيها دي في مرحلة ما بعد الستة واربعين مش مرحلة ما قابل الستة واربعين ماشي ما انا ادرجها ازاي ادرجها ازاي ايوة حضرتك عندك صنف صح اه حضرتك عندك صنف الصنف ده انت ان هو جايلك من غير فلوس صح ان هو جايلك هداية مش كده بس صنف لا انا المفروض اعرفه كجمرق ان هو مفروض يكون مدرج عندي على الشهادة ماشي تمام طيب حضرتك احط امت ايه بقى احط امت واحد احط امت صفر بس هو المفروض ان هو يكون موجود ماشي ما انا لما اجيب بص صحيح تبقى لتعليمات البنك المركزي ماشي تبقى لتعليمات الجمارك ان المفروض جزء اللي انا مقر عنه في الاقرار الضريبي المفروض يكون ملحة اربعة ماشي مضاهي ليه ومساوي ليه خلاص انا دلوقتي في الشغل اللي بتاعنا في المطار انا بجيلي اربع مثلا فواتير عدسات ماشي اربع فواتير ادوية في من ضمنهم فاتورة جاية فري من نفس الاصناف او من صنف مختلف مفيش مشكلة فانا بعمل ايه بقى امواخد دولار من الفاتورة اللي قبلها وحطوا كايمة فاتورة في دولار والفاتورة التانية لو هي بالف بخليها بتسعمية تسعة وتسعين دولار ماشي هل يا ترى دوا مع ارسال الفواتير على التارجو اكس اتكردتوا في الشحن البحري صح؟ ان الفاتورة انا مدرجها تسعمية تسعة وتسعين ايه لا انا بتكلم عالجوي دلوقتي انت اجربتوا مع الشحن البحري صح؟ ايو انا فهم لا انا مجربتوش مع الشحن البحري انا الشحن البحري ما تتفاص بينا شغال هناك انا شغلت دلوقتي في المطار بس تمام ماشي انا دلوقتي بتكلم في ايه بتكلم ان انا دلوقتي هقر ان الفاتورة بتسعمية تسعة وتسعين دولار وهي الفاتورة مرفوعة على التارجو اكس بالف دولار تمام ماشي ليه تغاضيا علشان اقدر ادرك ايميل الفاتورة الفري تمام بعد اما اخد ستة واربعين هيلاقي ان الايميل اللي انا مدرجها تسعمية تسعة وتسعين دولار مخالفة للفاتورة اللي موجودة اللي هي الف دولار وفي نفس الوقت ما قدرش احط دولار واحد ماشي خلاص فوق الايمة بتاعتي اللي هي خاصة بالملحق بتاع اربعة لان ساعة ما يحصل كده الجملك بيقول لي ارجع عدل لي النموذج وارفع لي النموذج بالايه بالايمة اللي موجودة وانت بقر عنها هقول لي حضرتك عن حاجة اديني بالسطر عشر دقايق تمام انا بس بجيب معلومة كده مش بجيب معلومة بس انا هشاير معا احنا السمينارة السمينارة اللي معمول ايه؟ اتفضل اتفضل السمينارة اللي معمول لحلالة كل اللي احنا بنعمله بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف عقبات اللي هتقابلنا ونبدأ ان نحلقها حتى نشوف السيستم هيعدلها ازاي هقول لحضرتك عن حاجة اتفضل حضرتك بالسديني عشر دقايق لا لا يا فنديم النسبة للأول قيمة الفاتورة قيمة الفاتورة بتبقى حضرتك بتبقى اعلن شاملة مصروفات بقى تانية اللي هي اللي يعني مش بتبقى قيمة البضاعة لوحدها بتبقى فيه اممم؟ اتفضل هي ايوة محرفة قيمة مقرعة عنها صح؟ اه لا انا بتكلم على قيمة الفاتورة فنديم اللي في الاول خالص في الادراك زي ما نستاذ قال لحلالة قيمة الفاتورة احط القيمة اممي انت حضرتك ذلك الكلام ده عشان اخد الاس اي نومبر في الاول احضرتك لعيزني احط القيمة الصافية بس اللي هي قيمة البضاعة بس صح؟ عشان بعد كده. أبعدل على القيمة بناءً على التكلفات دي بناءً بعد كده لما تيجي الفواتير وتترفع من الموارد بره صح كده؟ طيب أنا أقول لحضرتك بس على الحاجة معلش طيب القيمة اللي حضرتك بتدرجها في الأول طيب بعد المصدر قادة القيمة دي كانت تختلف قادة تزيد وقادة تقل صح أو لا؟ طيب هو يبعد الفاتورة الهيكلية ليه؟ عشان يعدل أي حاجة حضرتك كتبتها في الأول يعني أنا دلوقتي مثلاً أدراك نعم الفاتورة تسمع لحضرتك بس صورة عدد تقدر تفضل زح تفضل عشر تلاف دولار عقسها بين المثال حطيت صنفين كل صنف واحد بخمسة واحد بخمسة طيب دلوقتي الفاتورة الهيكلية طلعت طلع الصنف الأولين بستة والصنف الثاني بستة لما هو يبعت الفاتورة الهيكلية وسعر الصنف حضرتك هتيجي تشاكي عليه هتلاقي سعر الصنف ايه؟ اختلف مختلف تمام لماذا؟ لأنه هذا سعر الصنف الصح وهتلاقي فيه فاتورة اللي هو باعتها بي دي اف وسعر الصنف فيها مثلاً كل صنف فيها بستة لئة اللي هم التوتل بتاعهم يصوت ناشر صح أو لا؟ صح سر صح 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 أنا في البداية خالص حسناني أستاذ صح طبعاً صح خطب في البداية خالص و أنا أصلاً بدرك أنا عايز أطلب موافقة مبدائية رقم الـ E-C-ID ده هو موافقة مبدائية السعر دلوقتي ما يفركش معي أنا الفكرة دلوقتي عندي في البند هل أنا مسموح لي يجيب البند ده؟ ولا لأ؟ فنقطة السعر دي همام اللي هم لم يبص عليا أنا بيبص دلوقتي على البند هل أنا مسموح لجيب البند ده ولا لأ؟ نقطة السعر دي ما تركس فيها في الأول، أنا بتكلم بعد كده المورد هيبعث لك الفاتورة هيكلية وهيبعث لك الفاتورة الورقية، صح أو لا؟ مستر أحمد، معلش يا زامح، قلت الفاتورة دي هي فاتورة عبارة عن فاتورة هيكلية، يعني المورد لما يجي يبدأ يشحلي، ممكن يلاقي اللي تشارج نفسه بتاع الفريت اختلف، ممكن يلاقي المصريف التوصيق اختلفت، ماشي، فالفاتورة هذه هيكلية، ماشي، أنا أتحكم أنا أدي لك المصرفات الفاتورة لي، أنا أدي لك المصرفات الفاتورة لي، عشان حضرتك تقدر تغير أي مصرفات حضرتك محتاجها، الفاتورة دي لما تتغير كده، أنا أغير في الجزء العام بتاع القيمة المقرة عنها لي، ماشي، وانت بتقول لي، وانت بتقول لي حضرتك، اقر بالقيمة المضاهية للعملة اللي معاك بالمصري، فانا دلوقتي لو أقريد بالفاتورة الهايكلية، والراجل حطيلي مصاريف توصيق للورق، أو مصاريف الفريت، ومصاريف الحاجات دي كلها، ممكن تلاقي أنا ويعطف غرامة فرق إيمة، لي، لأن أنا أقرب بالألف دولار اللي هي أنت البداع، ممكن أقول أرد على حضرتك، لأن أنا مريت بالحالة دي بعد إذنك، لا، معلش أستاذ أحمد، معلش خاليني بس أجاوب على السؤال، أستاذ ولا معلش، أنا آسف، يعني أنا عندي الحل جاهز، لو حضرتك وده اللي أنا أشتغلت بيه، تمام، أنا بس يعني معلش أنا آسف بس أنا عايز أسأل على حاجة صغيرة، تمام، وحضرتك تقول لي بك، كل ده، كل ده، أنت مفيش فرق إيمة خلص، أنت حضرتك ده لسه خلمة الدائية، تمام؟ أنت لسه مرحب مرحب مرحب، حضرتك في الأول خالص، أنت بتدرك الاس اي اي، اسمعني معلش بعد إذنك يا جماعة، ما حضرتك الزهر؟ وإحنا بندرج الاس اي اي في الأول، تمام؟ أنا كجمرج، أنا مثلا أنت كتيبت لي عشر تلاف جنيه، تمام؟ وبعد كده بعد ما المصدر، بعد، بعد ما المصدر بعد، تمام إيمة الفاتورة مثلا اتناشر ألف، مش عشر تلاف، تمام؟ هل الفرق اللي هو الألفين ده فرق إيمة؟ لا، ليس فرق إيمة، لماذا؟ لأن أنا لا يفرق معي ده لسه حد هذه اللحظة ما وصلش لي المتمن، كل الكلام ده ما وصلش للمتمن، هيا، هتبتدي تتعامل معها من الاثناشر ألف، أنا مليش دعوة بالعشر تلاف دول، عشر تلاف دول إنسانهم خلاص، اللي كانوا موجودين في الأول، قال لي هيا دعوة هتبتدي تتعامل معهم من بداية الاثناشر، نحن نعاني من مشاكل في ربط المصدر ACID مع الهوسات لغاية النهاردة، طيب، النقطة دي حضرتك، أنت بتتكلم بحري صح؟ المشاكل اللي عندك بحري، مش كده؟ ما هي، هتبقى، ما أنت لدلوقع، اشتغلت Consolidation في الجو، هتظهر لي نفس المشاكل اللي موجودة في Consolidation في البحري، اللي هي الربط ما بين المصدر ACID، حضرت المشاكل اللي عندك دي في البحري صح؟ ايه يا فندا، تمام، طيب، ما هي المشاكل اللي توجهك في البحري، معلش؟ دلوقتي، حلان، الربط المصدر ACID بالهوسات، ربط المصدر بالهوسات، اه، ازاي معلش حضرتك، ممكن بسه توضح لي أكتر؟ يعني حضرتك عندك نوعين من الـ Consol، انتوا عاملينهم على الساستانبات، انا فهم، انا فهم، انا فهم، انا فهم، ايه المشكلة اللي بتوجهك على طول؟ بوليسا مصدر عليها ACID، اه، ربطها بالهوس الخاص بالعميل، عليه ACID خاص به هو، تمام، هو دي المشكلة القائمة لغاية النهاردة، وتدخلنا مع طوال منافستو، لانهم مش فاهمين، وتدخلنا بنخش في أربع وخمس ايام، عشان نوصل لحل، ونخرج برة غرامة المنافستو، اللي هو عايز يدفع حالك، يعني انا بس مش فهم، انا ايه دولي، سواء بس صغير، هو الـ ACID ده، مش معمول، مش معمول للمستورد أصلا، ليه؟ ليه؟ نعم، لكن انا ب�ا اقولي كوكيل شاحن، اننا اخد مسور و � apologized، للمستور بوليسا المستورد، في حين ان التعامل جمركيا بالـ ac-ID الخاص بالعميل والمستورد. المستورد ايو بالفعل. التعامل جمركيا بالـ ac-ID الخاص بالمستورد، اه ، ها و الهوس ACID الخاص بالمستورد، صح؟ لا فقم بربية مستورد لماذا علاقت بس شاحن ان اينub Olisa تحديد للمستورد ان اذن مستورد هناك د 공구 attorney طيب أنا أقول لحضرتك عن حاجة ما عليش هو.. يعني أستحرك أنا أتنبح صوتي مع أحمد الروبي في هذه الجزائية و لم أخذتش ربه طيب هو أقول لحضرتك عن حاجة بكل بساطة الفكرة بس في النقطة بتاعت المنفس هو إحنا شغالينا عليها في الوقت الحالي وبنعالجها وشغالينا عليها واحدة واحدة يعني هو يمكن فيه مشاكل الـ ACOI تحلت كثير في الشحن البحري بس هو لسه كان فيه بعض المشاكل المنفسة اللي اتحلت مؤخرا وقبل أن زي قلت لحضرتك برضو في الأول قبل التشغيل الفعلي ليه؟ الجوي هيكون كل مشاكل البحري والجو إن شاء الله بنسبة 90% هيكون انتهو منه الجوي مستحملش المشاكل دي أصبح الجوي مستحملش المشاكل دي تماما لا مش هيستحمل أكيد إحنا فاهمين النقطة دي كويس ومعددرين الكلام فأكيد أكيد مش هيحصل فيه حيث التروض البريدية اللي حضرتك قلته ألفين دولار وإيمة وخمسين كيلو ده مكياس لأن ده المكياس في الآخر الراجل منذوب الجمرك اللي قاعد في الوردية اللي بيستقبل التروض البريدية يقول ده الحجز وده معد حجس أنا قلت لحضرتك هيتم إصدار منشورات لها مع التشغيل في بعض البنوت اللي بيبقى موجود عليها التزيلات اللي في توصية من الجهات العليا إن طبق التزيلات بتاعت البنوت في بعض البنوت بيبقى لها موافقات تلغي العروض تمام ماشي يعني أنا بجيب بجيب خامة دوائية خلاص فجئنا من حوالي تلت أسابيع إن الخامة الدوائي دي البند نفسه كمادة خام ماشي عرضني على المفارقعات وأنا جاي بموافقة هيئة دواء تمام هل يا طبق التزيلات اللي بترفع العروض دي إحنا اللي بنحطها ولا مين اللي هيحطها ولا مين اللي هيرفعها للعرض اللي هو مش المفروض أنا متعرضوش حضرتك بتحط التزيل إنت بترى قواعد بتاعت نص التزيل بتاعك وبتشوف قواعدة اللي بتنطبك عليك القواعدة اللي بتنطبك عليك وبتاخدها وبتكتبها همام وبتحطها في المنظوم الاختيارية وإيه لو البند ده محتاج موافقة بتجيب لورقة وبترفعها في صورة المنفطات قبل ما تقدم أصنا اللي بيس ايدي اجيب له ورقة موافقة بمعنى موافقة طب ما فيه موافقات بتبقى من هيئة الدواء بتبقى لحقة مش سابقة تمام يعني فيه موافقات من هيئة الدواء ماشي من وزارة الصحة وبتبقى لحقة الشحن ايضا انا اجيب له الله يلا مش مش سابقة الشحن نعم يبقى الدواء فمعنى كده ان انا هتعرض على البند دواء اللي هيتم مثبت العكس لا وبنروح في المطار هنا ماشي بناء عن يبقى حضرتك دي بتزيل تمام يبقى اللي وقفك هنا في الحالة دي هو تزيل ولا يسمى موافقة ماشي ما هو يعني انا دلوقتي البند تمانية وعشرين ساية ستة وتلاتين ماشي البند دواء نازل في المعلومات بتاعته انه يتعرض على الامن العام لو جاي للاتجار يا لازم يكون خاص بوزارة الدفاع ولازم المؤسفات بتاعت البند نفسه ماشي بتقولي لا انت كده تعرض امن عام تمام ماشي خلاص التزيل اللي هيتحط مسلا لو حطنا اربعين واحد وثلاتين خلاص بناء عن اللي حضرتك قبل كده ماشي حاليا ترى التزيل دواء لو انا حطيته ماشي يرفع للبند يرفع للعرض الامن العام دواء قبل ما انا جيب الموافقة لا هو بيرشلك تزيل الحزر يا باشي بيشلك تزيل الحزر التزيلات هنا بتشلك تزيل الحزر مش بتشلك العروض ماشي ما هو العرض ده اه هو مش مش انا خاضع ليه اداريا بالزاب انما فعليا انا مش خاضع ليه لما بروح بقى لجهة العرض نفسها ماشي يقولي لا انت معروض علي يا باشي انا بليش تزيل حضرتك شفتني وانا بفتح ده هو نص التزيل اه تمام طيب في مسلا اربعين واحد وثلاتين ماشي ده خاص بوزارة الدفاع على سبيل المثال بس انا افتدها على وزارة الدفاع مم تمام فيه بعده اربعين وثلاتين اه تمام تمام فيه بعده اضافات اضافات ثانية تمام حضرتك اقرأ اقرأ كويس اللي عندك اه نشوف التزيل التزيل اللي بينطبق عليك مش معنى ان انا حقيت التزيل اللي هو اربعين واحد وثلاتين ده ده التزيل اللي هو اللي انا اقول لها اتحبته من التمويات مم مم اسمعني بس حضرتك مم مع حضرتك مم مم حضرتك نشوف ايه التزيل اللي بينطبق عليك اللي بينطبق علي شركتك اه اه على شركتك على المشنوج اه بالزبط القصة هي كانت اللي بينطبق علي المشنوج بالزبط وينطبق عليك انتا امام نش امام الوضع الوضع وينطبقش عليك بس اربعين اتنين وثلاتين ينطبق ولا عكس صحيح ماشي يا فندي الوضع بقى اللي معكوس الوضع اللي معكوس بمعنى ايه بمعنى ان في المعاينة ماشي بتاعة الجمرق اكتشف ان فيه فتح اتلاب تمام حضرتك ده بتتكلم باقي ستة واربعين صح ولا لا اه اللي هيتم اللي بيتم اصلا قبل الاسي او ايه قبل كل الكلام ده هو نفس اللي بيتم في الاسي او ايه ده حفصة جمرقية انت هتتتعامل معها مع الجمرق كمام مانا بتعوى ده كمانتياس كمانتياس كمان بيزايل او يسهل للجمرق والرقابة وصنط الغذاء التعامل او رابطهم كلهم مع معك الحضرتك اللي هتتتكلم فيه ده بعد وليس قبل فالتعامل معها زي زمان من عشرين سنة زي التعامل مع دلوقتي هي التطبيق اللي هو التجريبي هيتم في خلال الايام اللي جاية والتطبيق الفعلي اه اول ما ينزل هينزل على صفحة نافذة وحضرتكو هتعرفوا كلكم بالتطبيق مع عد التطبيق اللي هو الفعلي او الالزام بالنسبة للجي اس وان يا ريت يا سيد احمد يبقى مراحل يا ريت يبقى مراحل حضر علشان في حاجات ارجنت في حاجات ما ينفعش تعامل بين يوم وليلة يقول يا جماعة ده خلاص بكرة الصفح مش نقبل اي شحناس من غير رقم سي اي البحر يقتم برضو في الجوي احمد بيه حضرتك عارف ان في مشاكل في الجوي مختلفة عن البحري اكيد طبعا كتير كتير ده حضرتك انا جاوبتك على اسؤالك بنقطة اللي هو المنشورات انا انا فهم ده كميز انا بتكلم على حالية التنفيذ حالية التنفيذ اكيد انا هقول لحضرتك على حالية يعني عجز التروض عجز التروض ده هتعالج هتعالج ازاي فكل ده بنعمل بوينت الزحمة عشان نقدر نمشي عليها يعني فيه ناس بيجيب ورد طبيعي حضرتك معلش انا عزف بس معلش يا جماعة يعني انا عزف جدا في نقطة بس احنا مستعجلين او سبري الخطوة خطوة ثلاثة احنا دلوقتي احنا بنتكلم في خطوات التسجيل حضرتك ازاي بتسجيل اسي اول وازاي العميل ببعتك على اكدار ويكسر فطورة الالكترانية والفطورة الهكالية والمستندات خاصة للشحنة ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه احنا اتواكي 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 معلش عشان نفهم بس الموضوع في النقطة دي حضرتكو الحاجات التكنيكا اللي احنا لسا بنتكلم فيها زي اسئلة ما انتم سألتوني اول احنا مخلصنا في الشرح لسا هينزل لها قوعة التنظيمية وده رضي على الموضوع لسا هينزل لها قوعة التنظيمية ومنشورات هتساعدكم احنا نقدر ان احنا نتغلب على المشاكل اللي هتواجهنا لكن في هذه الحالة اللي احنا في الوقت الحالي اللي احنا فيه لسا ما فيش حاجة واقشة نزل لبسوط لمنشورات دي اتواكي 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 اوجه الاقترحات بتاعتكو او الفيدباك بتاعتكو للناس اللي عندنا في الشرح لكن في الوقت الحالي بالنسبة للرسوم بالنسبة للرسوم بالنسبة للرسوم بتاع حميلة على الكاردو اكس هل معاوزة 150 يورو يدفع العميل على شحنة جوية ممكن تكون ايميل كله 300-400 يورو يدفع نفس الايميل اللي عم يدفع الشحنة الجوي على حاوية ايضاكي تعمل لها جي اس وان او ترقمها من خلال الشركة دي. استاذ احمد سؤالي سؤالي في حال اجت رفعت المستندات البي دي اف البي دي اف من دون ما ينكتب عليه جي اس وان. ازاي حيتم التعامل مع السحنة دي? غير ما كتب عليها جي اس وان. ايوة. 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 اعملها جي اس وان ولي لها نظام ترقيم تاني. لها جي اس وان وما كتب العميل. ورفع دي اف. اعملها على البي دي اف. ايوة. يبقى حضرتك ما تقبلش البي دي اف دي واطلب منه ان هاي بعت واحدة تانية. ومش هيتحسب عليها. هو هيبقى من نفس سعر التكلفة الاولا ما. ايوة. 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 انا كنت عايزة اتقال احنا قريدينا سجدين في البحري طبعا. وحضرتك قلت في الاول احنا محتاجين لفع خدمات الجوية على نفس الحساب الرئيسي مزبوط. اه. اه. المضطوب ان احنا اقدمه في المركز زيانا احنا احنا نفعل الجوي. لو احنا اريد عندنا حسابي يعني. طيب. هو كل الخطوات موجودة على صفحة نافذة على الفيسبوك. ممو حضرتك تدريك كلمة تمستاشا ربعانية وستين. عشان يقولي الكليجرات اللي انت محتاجة تعمليها مزبوط. اه. لاتفاعل الجوي فقط. يعني بس هاتم يتفاعل من عن طريق البركز نفسه. مش مش اولاين يعني. حضرتك اه. اللي هيبقى فيه هيبقى ليها نظام تاني وهيبقى فيه طبعا ورق تاني مطلوب. والتوكن مختلف? لأ التوكن هو هو نفس التوكن. خلاص اوكي اشكرك. احنا من احد الشروط اللي احنا لازم لقل قبل الشحن بتمانية واربعين ساعة. كمان. بس عشان ببقى متاح ان المنتي بتاخد وقت كلمية. هده قبل الجوي. الشفرية برضو موجود. انت عايب حاكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوط عطيارة ساعة اتناشر الظهر ببضاعة تنظر ساعة. حضرتك اتا قدامك اربعة وعشرين ساعة. ماكسيمون قبل الرحلة ما تطلع ان انت تكتب فيها وفي خلال الايام اللي جاية هينزل لها منشورات خاصة بك. لسه يعني لسه مش واضحة اول حتة. لسه ما وضحتش. الحاجات القريبة مسلا الساعتين او التلاتة. دي لسه فيه توعد وتنظيمات ومنشورات هتنزل خاصة بك. بس النسبة للي هو الحالة اللي هي الكيس او البيز اللي هي الاثناشر ساعة والتلاتاشر ساعة. دي احنا قايلين قبلها باربعة وعشرين ساعة. طب بلسه لسه الاستاذة اللي سائل خلقتي على على الحساب. احنا قريدي عندنا حساب على النفذة. هل الجو هيحتاج بتفعيل تاني ولا بنفسك? تفعيل خدمات تفعيل بس اللي هو الخدمات. ان حضرتك اللي هو آآ لها ورق ولها رخصة تانية صح? آآ يعني هل بنفسك حساب الباحة اللي هي شغالين بي? لا حضرتك بس محتاج تقدم الاوراق دي وتفعالها بس. اللي هو تقدمها في المركز لوجيستي اتفعلها بحيس ان هي تكون موجودة قريدي عندنا في الداتا بيزة عندنا. اوكي بس ليس مش قابن دلوقتي يا. لأ كل قابن حضرتك تقدر ان انت تقدم دلوقتي تتوجه لأي مركز لوجيستي وانت تتقدم كل الاوراق الخاصة. احساب مش شوف تش حدوى التفعيل الجو على النفذة لحد. لأ موجودة على صفحتنا بدأنا ان احنا ناعلن عنه. ماشى حتى ليه حساب بحري ومفتوح وشغال. حضرتك انا بس محتاج حضرتك تقدم الوراق الخاص برخص الشحن الجوي. ده بالنسبة ده الشركات الشحنة يا سيد احمد ها? ايه? ايه? الشركات الشحنة حقط لغير. تمام هو حضرتك معلش? انت محتاج تفعل خدمات المستقصين وال. لا لا انا بتكلم على الشركة. انا لما كنت بسأل على شركة تسرات وتصدير مش على شركة تخليص بس يا سيد احمد. اه تمام. انا كنت بسأله. تمام. كشركة لبتستورد الايتم. هل محتاج اتفعل الخدمات الجوية زائد جمان من شهر البحري اللي هي جديد معاليها على حساب الرئيسي؟ معلش انا مستورد يا سيد احمد. المستورد. المستورد. المستورد المستورد محتاج يفعل الخدمات الجوية على الفيزة في الطريق بركز اللوجيستي زي البحري. وانا بس ده قايم على شركات التخليص وشركات الشحف. طيب انا حضرتك بس ممكن تكلمي خمستاشة ربعمائة وستين او تتوجيه الاقرب مركز اللوجيستي هيبلغوكي بالحاجات الحياة ناتي مفروض تعمليها في الموضوع ده. لان انا هسأل بس في الموضوع ده وهرجع للحضرات بتانية. بالنسبة الايتوكين يا سيد احمد ماشي وانا بقى مكتب تخليص ماشي وتعمل ايتوكين وكل حاجة. هل يطرى المفاوضين المفاوضين ليهم ايتوكين. اي حد لازم يكون معاته الكتروني. هو لو عنده حساب فرعي خاص بي. او هو مضاف كمستخلص تابع لازم يكون معاه. انا لاي حساب فرعي. انا لاي حساب فرعي. انا لاي حساب لكن ده للرقم القومي يا جماعة. يعني اي حد في الشارع ممكن يعمل توقيع الالكتروني. بالزبط. انا باتكلم حضرتك دلوقتي انا مثلا لو عندي شركة. عندي شركة استخلص. وعندي اثنين مستخلصين شغالين معايا. هم بيستخدموا الحساب بتاعي وبيوقعوا بتاعي. بما كده هم مش محتاجين ان هم يعملوا. لو ليه حساب فرعي. انه لازم هنا يطلع عميل واحد مستورد. وحيجيب من ثلاث موردين مختلفين. ماشا. ثلاثة فرعي على واحد مستر. هنا كده هيبه هو محتاج يطلع طبعا لكل فاتورة رقم ايس ا ا ا ا ا دي. ماشا. طيب انا عندما اجي هربط له المستر ايس ا ا ا دي بتاعي. اه مع الثلاثة الفرع بتاعه. طب هو هنا عايز هيضم الثلاثة فواتير في شهادة جميلوكية واحدة. في الحاجة دي هيلغي اتنين ايس ا ا ا اي. من الهاوس. واستخدم واحد ولا هنهتمله تلاتة تحت المستر. عشان ميبقاش في تلاتة من السجين على الفاضي. اتنين مش فاستخدم. اه. يعني هو معلش انا اسف. في بس حاجة يعني في نقطة هنا بس هي غريبة الشكل يعني. طيب انا دلوقتي معايا تلاتة ايس ا اي دي. وانا يعني انا مفرعهم. وبعدين جمعتهم. وبعدين اجمعهم تاني. يعني طب ليه? هي دازم ميك سنس. يعني انا دلوقتي انا قلت لحضرتك في الاول وانا بشرح. ان انا لو عندي ان انا الابشن ان انا اضف مصدر صح? فانا بكل بساطة. هو انا بدرج الاس اي اصلا من الاول. وانا بدرج الاس اي اي من الاول. انا ممكن ادرج. تمام? تلات مصدرين عندي. انا صحيحان. لو جاي فرأيتين لمستورد واحد. ايوا. ما هو يعني ثلاثة فرأ المستورد واحد ليه? فما انا قد دي له اي س اي واحد وهو يعمل لي. مصدر وبعدين. بالزبط ولما يجي هنا يتفرد. يتفرع الهوس واحد. دي بس عشان هي جمهوركيا شوية مش من عندنا احنا من دولة التصدير نهما تلت موردين مختلفين تمام فممكن استخدم نفس الاسي اي للتلت موردين ده 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 انا 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 لو يعني كشرط ان احنا بس مشاكل هتقابلنا في الجوي كالتالي ان ممكن الريدي ديت بتاع الكارجو يتغير في لحظة ويتبقى تلاقي نفسك قدام امر واقع ان انت عايز تشيل تلت شحنات مع بعض دون انا انا اطلب العميل غزبا عنك يعني هو مكانش ماشي في الكلان اللي حضرتك بتتكلم عليها من الاصل هو مكان ماشي لكل واحد يعني تايم فور شبنج مختلف دي هيتحطلها محددات برد او سياسي دي وقت ان هو يوفر في الفريت شورجس ان هو يجبهم كلهم على مستر واحد مع بعض عشان يقلل تكلفته تمام هو استغل الفرصة بديلة هنا ده اللي حصل هو ده اللي بتكلف ده هنا اعتبر ان ده الكيس وده اللي هيحصل في الجو ده مش عمره ما يحصل في البحر هو ان شهابة فيه مشكلة على السيستم انا بس بجاوب ان هي اودي حضرتك مثال في نفس المثال لو انا لو انا مشيت زي ما حضرتك عايز تلت موردين بتلتة اي سي اي اي اوكي نفس ال اي سي اي تمام باكتو باك يعني اها وجهت تيارة اللي هي اللي شايلة اللي شايلة البضاعة بقيت اوورلودت ركاب ثابت 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 هاوس كامل مثلا وجهت نين من ثلاثة في طلبات منافسة ماشي هنضم طلبات منافسة لا مش هنضم هنعمل اختار بعاجز جزء يا باشا وخلاص مافيش اي حاجة ما هو اوورلري ده قريلي بتاعمل الكترونيك عن طريق خطا يا رام لا ده هيبقى موجود على السيستم نافذة هيبقى كمان موجود يدوي على السيستم نافذة من العميل؟ بزبط كده مش يدوي الكتروني من على السيستم نافذة ايلكتروني يعني انا اللي بعمل الاختار لا بتتوجه للمركز اللوجستي او بتعمل من عندك بس بفضله نت تتعمله مركز اللوجستي شكرا